نحن نطالب مطلبنا بصير نشتي خروج وعودة يتسنى لكل واحد مننا ان يشوف اهله هذه الكلمات يلخص المغترب اليمني معاناة حاملي هوية زائر عبارات تعكس عمق الالم فليس اشد على المغترب البعيد عن اهله من ان تتكالب عليه ظروف البعد والحرمان والبطالة في بلد الاغتراب ثمت حقيقة لا يمكن تجاوزها ان الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لم يتعاطوا مع نحو 300 الف يمني دفعت بهم ظروف الحرب الى بلاد الحرمين على انهم لاجئون ولم يرد لفظ اللجوء في اي من القرارات الملكية ولا التعليمات الحكومية لكن الحقيقة الاكثر الهاحا ان اليمنيين الذين جرت تسوية اوضاعهم بموجب القرار الملكي في مايو من العام الماضي لا يزالون في امس الحاجة لشيء من المرونة النظامية سيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي يشهد اليمن الجريه خصوصا مع التقصير الملحوظ من الجهات الحكومية اليمنية المعنية بمتابعة شؤونهم ويمكن اجمال المشاكل التي تواجه اغلب المغتربين اليمنيين والتي تتمثل في بلاغات الهروب او المخالفة وبصمة الحج وبصمة العكس واغلب هؤلاء منح هوية زائر وحصل نحو مئتي الف منهم على جوازات سفر لترتيب اوضاعهم ناهيك عن المتخلفين من اصحاب تأشيرات العبور او من قدموا بتأشيرات عمل ولم تصدر لهم هوية مقيم جميع هؤلاء بحاجة ماسة لحلول سريعة لوجود معوقات فنية واجرائية تحول دون تسوية اوضاعهم بشكل نظامي ولعل اهم الاسباب تكمن في تقصير الحكومة الشرعية تجاههم اضافة لعدم توفر سفارة سعودية في اليمن ليتسنى للمرحلين منهم العودة بشكل نظامي خلاصة الامر ان اليمنيين بحاجة ماسة لمزيد من المرونة السعودية لمراعاة احتياجاتهم الانسانية كونهم ضحايا محصورين بين قوانين الغربة وظروف الحرب وتداعياتها